مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع يوم الأحد حالة من عدم الاستقرار الجوي بتتركز الأمطار في المناطق الجنوبية والشرقية لكن أحيانا تصل إلى بعض المناطق البسطة والشمالية أيضا خلال أيام هذا الأسبوع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله تنخفض درجات الحرارة بإذن الله مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ باستعراض أيام هذا الأسبوع ونبدأ من يوم الأحد يوم الأحد حالة من عدم الاستقرار الجوي أجواء غائمة جزئيا خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية أحيانا غائمة جزئيا في بعض المناطق البسطة والشمالية بتسقط زخات رعدية من مطر خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية الدرجات الحرارة المتوقعة المناطق الشمالية 29-16 المرتفعات البسطة 26-17 المرتفعات الجنوبية 24-14 الأغوار والبحر الميت 34-24 درجة مئوية الجواء حارة نسبيا العقبة حارة نسبيا 34-23 المنطقة الجنوبية الشرقية سقوط زخات رعدية من المطر 27-17 والبادية الشرقية سقوط زخات رعدية من المطر والعظمى المتوقعة 30 والصغرى 16 درجة مئوية يوم الأثنين استقرار الأجواء وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء تقريبا قريفية معتدلة نهارا لطيفة ليلا تميل قليلا إلى البرود بعد منتصف الليل العظمى في المناطق الشمالية 28 والصغرى 16 المرتفعات الوسطى 26-15 المرتفعات الجنوبية 23-13 الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة 33-22 أجواء حارة نسبيا البادية الجنوبية الشرقية 26-16 والبادية الشرقية 29-14 درجة مئوية يوم الثلاثة استمرار الأجواء أيضا مستقرة تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها رغم أنه يحدث أو سيحدث انخفاض قليل على درجات الحرارة العظمى في المناطق الشمالية 26-14 المرتفعات الوسطى 24-14 والمناطق الجنوبية 23-13 الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة 32-22 درجة مئوية المناطق الجنوبية الشرقية 26-15 والبادية الشرقية 28-13 درجة مئوية الأربعاء استمرار الأجواء تقريبا ضطيفة في معظم مناطق المملكة لكنها تميل إلى البرودة قليلا بعد منتصف الليل خاصة وفي ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 26-14 المرتفعات الوسطى 24-14 المرتفعات الجنوبية 23-13 الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة بحدود 33-22 وأجواء حار رسبيا المنطقة الجنوبية الشرقية 27-15 والبادية الشرقية 29-14 درجة مئوية يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة تكون تقريبا قريبا من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة المناطق الشمالية 24-16 المرتفعات الوسطى 22-23 إلى 15 أحب أشيرهون إلى أن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة أصبح بحدود 23 درجة مئوية ومعدل الصغرى بحدود 13 درجة مئوية المرتفعات الجنوبية 22-12 الأغوار البحر الميت 32-22 وخليج العقبة 33-21 البادية الجنوبية الشرقية 27-16 والبادية الشرقية 30-14 درجة مئوية يوم الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة درجات الحرارة بعد ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة ستكون تقريباً أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة يعني المناطق الشمالية 23-15 المرتفعات الوسطى 20 إلى 10 والمرتفعات الجنوبية 19 إلى 9 يعني بتكون الأجواب تقريباً لطيفة ساعات الظهر لكنها تميل للبرودة أو باردة نسبياً أثناء الليل وفي المساء والصباح الباكر المرتفعات الجنوبية 19-9 الأغوار والبحر الميت بحدود 30 والصغرى 20 والعقبة 30 إلى 20 البادية الجنوبية الشرقية 24-12 والبادية الشرقية 26 إلى 12 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميدلابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري